نبقى في الشأن الفلسطيني فقد أعلنت وزارة الأسرة والمحررين أن الأسرة الإداريين في سجون الاحتلال قرروا الإضرابة عن الطعام اليوم وقالت الوزارة أن خطوة الأسرة تعد تحذيرا لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وأوضحت أن الإضرابة ستتبعه خطوات تصعدية أخرى مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي دعما للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 63 يوما للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري شكرا